كل رمضان وانتم بصحة وكل عام وانتم بخير وتقبل الله مننا ومنكم الصيامة والقيام وصالح الأعمال خلص رمضان وصرنا نقدر ناكل بأي وقت لكن في كم نصيحة تخلي حياتك الصحية أحسن تقول بنين شاهين خبيرة التغذية في مركز فتنس فيرست أن الواحد المفروض لا يصدم الجسم بكميات كبيرة من الطعام بعد رمضان ويفضل العودة بشكل تدريجي كما أنه يفضل أن وجبة الإفطار الأولى تكون وجبة صحية وسعراتها الحرارية قليلة بالإضافة إلى تناول البروتين في الوجبات العادية بشكل كافي ومو عشان وجاء العيد نضرب بالحلويات قد ما نقدر لأنها ترفع السكر بالدم وبعد الصيام ممكن تسبب لك زيادة وزن كبيرة ويفضل تقلل من المشروبات اللي فيها كافين قد ما تقدر وطبعا شرب الموية بكميات كافية كل عامه أنتم بصحة وعافية وسلامة ومن العايدين سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر